كشف تقرير تم اعداده اواخر سنة 2020 من طرف المعهد الالماني لشؤون الدولية والامنية وهو مذكرة تحليلية كانت سرية تم نشرها مؤخرا بموقع المعهد كيف ينظر صناع القرار بجمهورية المانيا الى التقدم الاقتصادي والسياسي للمغرب وتحت عنوان التنافس المغرب على افريقيا جنوب واوصى التقرير الذي اعدت الباحث بالمعهد ايزابيل فيغينفيلس بضرورة كبحي جماح المغرب وعرقلة نموه الاقتصاد وعدم السماح له بان يصبح اقوى مغربيا خاصة امام النمو الاقتصاد البطيء للجزائر وتونس وسجل التقرير ان المغرب يتقدم بوتيرة سريعة تاركا وراءه جارتيها الجزائر وتونس فبينما تقبع تونس الاسفل من حيث جمود عجلة التنمية بها تحاول الجزائر التغلب على الصعوبات التي تواجهها واللحاق بالمغرب واوصت المذكرة بضرورة التعاون التولة مع جميع البلدان المغربية لموازنة الامور والتي من شأنها ان ترقى بعد ذلك الى مواجهة شعور الجزائر المتزايد بعدم الجدوى وتعزيز الاقتصاد التونسي ووضع طموحات الهيمنة المغربية في منظورها الصحيحة وبالتالي التخفيف من الدينامية السلبية للتنافس واوضحت المذكرة التحليلية ان هذا الوضع يمثل خللا في التوازن خاصة وان الدول الاوروبية تحاول العمل مع البلدان المغربية بشكل فردي كما اوصت المذكرة بالتعاون التولة مع جميع البلدان لموازنة الامور وعدم تفضيل المغرب واوردت المذكرة الالمانية ان السياق الاحداث هذا سيلزم فرنسا والاتحاد الاوروبي على توضيح علاقتهم مع دول شمال افريقيا ومراجعة العلاقات الاقتصادية وبحسب مراقبين فانه لم يتم نشر هذه المذكرة عن طريق الصدفة بل يأتي ذلك في مناخ من التوترات السياسية والديبلوماسية بين المانيا والمغرب على خلفية التنافس بين دول جنوب الصحراء الكبرى قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جمع اشتركوا في القناة